اشتركوا في القناة الى وجود ميليشيات ايرانية باعداد كبيرة في محيط ادلب غير معنية في هذا الاتفاق الاقليمي الذي غابت عنه ايران او استبعدت عنه كما تدل عليه مواقفها غير المرحبة بهذا الاتفاق على ما يبدو ومن جانب اخر لم يتضح بعد المقصود بنزع السلاح الثقيل من المعارضة المسلحة ففي حين يفسره الروس بتجريد جميع هذه الفصائل بشكل كامل تقول مصادر من الجيش السوري الحر ان المطلوب هو دفع السلاح الثقيل باتجاه جزء الشمالي من خط الفصل الذي من المفترض ان تشغله قوات تركية وروسية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال ان المجموعات التي وصفها بالراديكالية بدأت بالخروج من ادلب في اشارة الى هيئة تحرير الشام التي تعتبر جبهة النصرة عمودها الفقرية ورغم رفض الاخيرة لاتفاق سوتي الا انها وجدت نفسها مضطرة لاخلاء مناطق تواجدها التي اقيم على طولها الشريط الروسي التركي الفاصل بين قوات المعارضة ونظام الاسد وذلك تجنبا للاستدام بالقوتين الاقليميتين اما الروس وخلافا لموقفهم المؤيد لشن نظام الاسد عملية عسكرية في ادلب قالوا انهم سيتخذون تدابير واسعة لمنع قوات الاسد من الهجوم على ادلب الخامس عشر من شهر تشرين الاول القادم كفيل باختبار مدى جدية اتفاق سوتي وفعاليته على ارض الواقع حيث سيبدأ فيه فعليا بحسب القائمين عليه تطبيق خطة المنطقة منزوعة السلاح وتنتهي بحلوله المرحلة الاخيرة من اجلاء فصائل هيئة تحرير الشام ترجمة نانسي قنقر